السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد انتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يوم حبيت نشارك معكم هاد السلطة او الوشبة صيفية خفيفة سهلة وسريعة التحضير وفي نفس الوقت المغدية كتشباء السلطة الروسية وممكن تضيفوا اضافات من عندكم وتزيدوا لها في القيمة الغدائية وتنقصوا شيء اللي ما عندكمش هناك سلطة اخرى كتتحضر بالاروس او الماكرونة والتونة لكن هاد السلطة مختلفة نوعا ما هنبديو بالمكونات وهي كتالي كنحتاجوا الى بطاطس مسلوقة مكعبات صغيرة اذا كانت مسلوقة زيادة مشكلة يعني من الاحسن نضيفوا لها بازيلا او جلبان يكون مسلوق ممكن اضافة ايضا الجزر المسلوق نضيف لها البيض المسلوق بهذا الشكل مقطع وايضا نضيف دجاج اذا عندكم شيء اوكلاء كان ضل دجاج منها ممكن تقطعوه صدور دجاج او اي قطع بالدجاج وتضيفوه لهذه السلطة وتستغلوها في اوكلاء اخرى انا اضفت هنا المخلن البيكل مقطع قطع صغيرة وقليل من البصل ايضا قطع صغيرة جدا انا للون فقط لاني ما ضفتش الجزر اضفت هذا المخلل الفشل او ترنب للكون اللون دياله بهذا الشكل وكي يعطي ايضا مدق ننتقل الى السلطة اضفت قليل من عصير الليمون زيت الزيتون ومتل ما غدتلاحظوا ما غدتش نضيف الملح لان البطاطس مسلوقة فيه الملح الدجاج فيه ملح اضفت قليل من الفلفل الاسود قليل من البابريكا ممكن تستغنيوا عليها لكن تتعطي واحد اللون خفيف للسلطة اضفت قليل منها الماسترد او الخردل والمايونيز انا قضي نخلط قليل من المايونيز متل ما غدتشوفوا وايضا قليل منها اليوغورت الطبيعي باش تكون هاد السلطة الصحية نوعا ما اصلا انا المايونيز اللي مستعملها خمسين في المائة يعني فات فري قليلة الدهن انضفت المايونيز تقريبا واحد اربع ملاعق صغيرة ممكن تستغنيوا على اليوغورت اذا ما حبيتوش واضفت تقريبا ملعقتين صغيرة مملوئة من اليوغورت الطبيعي نخلط هاد السلطة جيدا رائحة هاد السلطة رائعة وطعمها ايضا مميز وغادي نضيفوها طبعا الى خلطة الخضراء اللي حضرناها البطاطس البازيلة وغير ذلك متل ما قلت اذا عندكم قطع دجاج باقي ممكن تستعملوها في هذه السلطة وطعمها رائع انا ضفت هنا قليل من الفلفل الحار طبعا ممكن تستغنوا عليه محبي الفلفل الحار ممكن يضيفوه لأي وجبة ونخلطوها ونضعوها في التلاجة من احسن كل ما نوضوها في التلاجة قد تعطي طعم احسن ممكن تناولوها مباشرة هاد السلطة هي تشبيه سلطة اوليفي هي سلطة ايرانية روسية حتى ممكن يتناولوها مع الخبز ومع الساندويتشات لانها تعتبر وجبة كاملة نتمنى تكون عجبتكم فكرة اليوم واذا حجبتكم نتمنى نشوف اللايك وان شاء الله نشارك معكم فيديوهات اخرى اترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة